بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا المحور السابع الذي بعنوان Shear Force and Bending Moment Diagram نبدأ بالهدف العام لهذا المحور Upon completion of this chapter it is expected that the students will be able to draw the Shear Force and Bending Moment Diagram نبدأ بالمحاضرة الأولى في هذا المحور الspecific objectives لهذه المحاضرة هو كالآتي سنتعرف إلى steps to solve simply supported beam with concentrated load الخطوات الخاصة بحل المسائل لsimply supported beam with concentrated force الخطوات هي كالآتي أول خطوة find reactions at the supports معانا هنا هذا الbeam simply supported وعليه أحمال concentrated قوة مركزة بقيم مختلفة وعلى مسافات مختلفة أول خطوة هي عملية حساب R-A و R-B reactions طبعا باستعمال قانون الاتزان condition of equilibrium sigma force يساوي صفر sigma العزوم يساوي صفر الخطوة الثانية هي find shear force and bending moment functions in sections before and after each force بمعنى أنه قبل كل force معانا القوة هنا 2-2 كيلو نيوتن 4 كيلو نيوتن و 4 كيلو نيوتن قبل الفورس وبعد الفورس لابد من معرفة القانون الخاص لحساب shear force وال bending moment diagram يعني على كل مقطع بين القوة لابد من معرفة قيمة shear force وال bending moment diagram هذا يتطلب مننا القيام بعملية قطع النظري قبل كل force وبعدها كالاتي ثم دراسة كل جزء على حدة هنا لما عملنا مقطع قبل الفورس مثلا قبل الفورس 2 كيلو نيوتن وبعدها طبعا هذا القطع النظري سينتج عنه جزء أيسر وجزء أيمن مثل هذه الحالة صار معانا هذا الجزء على اليسار وصار هنا معانا المقطع نحدد هنا قيمة shear force وال bending moment diagram ثم نمر إلى المقطع الثاني بعد الفورس ونعمل نفس العملية لحساب shear force وال bending moment diagram لأنه هنا أضيفت عندنا 2 كيلو نيوتن ثم بعد ذلك بعد القوة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى آخر قوة إلى آخر قوة وآخر مقطع يطلع معانا نحدد قبل كل force وبعد كل force shear force وال bending moment functions ثم بعد ذلك نمر إلى رسم shear force وال bending moment diagram لكل مقطع ترجمة نانسي قنقر